لسه احنا في النادي الاهلي ولكن عند لجنة العضويات لجنة العضويات برئاسة دكتور الكابتل الأستاذ طارق أنديل عفواً عضو مجلس إدارة النادي الاهلي عقدت اجتماع بفرع التجمع الخامس للمرة التانية على التوالي وشهدت إقبال متزايد طبعاً الفرع ده تحديداً دايماً هتلاقي إقبال متزايد لحد ما نشوف الأسعار الجديدة إيه اللي هيتم طرحها بعد كده لأن احنا بعد افتتاح النادي الاهلي فرع التجمع الخامس أو مقر التجمع الخامس بعد الافتتاح الموضوع اختلف تماماً الناس شافت إنجاز على الأرض فبالتالي الإقبال بقى قوي جداً والانضمام لعائلة النادي الاهلي دلوقتي يعني يتلحق تبقى موجود بالأسعار الموجودة دلوقتي لو استنيت الله أعلم بقى هتبقى الأسعار عاملة إزاي طبعاً أجرت اللجنة المقابلات الشخصية لعدد كبير من المتقدمين بعد الطفرة الكبيرة اللي شاهدها الجميع في فرع القاهرة الجديدة وطبعاً المنشآت الحديثة زي ما حضراتكم شايفين كده ده المبنى الإداري ده على ألف متر انت منتقيل وزي ما حضراتكم شايفين المنظر اللي احنا شايفينه على الشاشة معانا دلوقتي الجودة اللي بيها الفرع ده من منشآت ومن شكل ومن مساحة خمسين فدان ده مساحة كبيرة جداً وهو ده الإنجاز الكبير لمجلس إدارة النادي الاهلي خلي بالكوا البطولات كل أعضاء مجلس الإدارة دولة كانوا موجودين فقبل كده وححصلوا على بطولات مع النادي الاهلي وكمان أي مجلس إدارة للنادي الاهلي حصل على بطولات لكن إنجاز أي مجلس إدارة هو اللي هيبقى اللي هيبقى من مجلس الإدارة ده هو فرع التجمع الخامس ده يعني أنا كعضو جمعيه وما شايف ان دي إضافة كبيرة جداً من مجلس الإدارة الموجود الحالي وحتى الإدارات التنفيذية كلها اللي شاركت الإدارات التنفيذية زيان موجودة حالياً أو اللي قبل كده العميد محمد مورجان كان موجود قبل كده في مثلاً بداية الفرع ده كل الإدارات التنفيذية اللي شاركت في الفرع ده لها بصمة زي ما حضركم شايفين ملعب تنس ملعب كورا ملعب بوليو هاندبول وكل تقريباً كل الألعاب حاجة تدعو للفخر الحقيقة يعني الأعدادات الاجتماعية اللي زي ما حضركم شايفينها على شمال الشاشة للوقتي حاجة راقية جدا فرع بصراحة متى كامل ورغم النهوة ده 80% لسه فيه 20% من الفرع خلي بالكم يعني ده مجرد 80% من فرع التجمع الخامس يعني حاجة عظيمة جدا يعني شايفين الجودة في الخامات المستخدمة في الملاعب للناس اللي بتفهم في الترتان وفي النجيلة وفي الحاجات دي كلها الملاعب فيها من جيل صناعي وفيه من جيل طبيعي يعني فيه حوالي أربع ملاعب نجيل صناعي وفيه تلت ملاعب نجيل طبيعي فطبعا حاجة صرح كبير جدا وعلى المستوى الاجتماعي كمان الحاجات اللي وارد ده الأعدادات الاجتماعية جراش كبير جدا بيحيط بالنادي تقريبا فما فيش تقريبا عضو التجمع الخامس أو عضو النادي الأهل اللي هيستمتع بفرع التجمع الخامس أو فرع القاهرة الجديدة يعني مش هتقابله أي مشكلة كل حاجة مدروسة وكل حاجة محسوبة وكل حاجة مخطط لها يعني الحقيقة أنه هو فرع مميز جدا وفرع على المستوى الانشائي حينقل الأندية المصرية في حتة تانية خالص لأن انت عشان تعمل أي نادي تاني أو عشان تعمل أي مقارن تاني نادي الأهلي مش هيبقى أقل من كده ودي مشكلة هتقابل كل المجالس اللي هتيجي بعد كده سواء في النادي الأهلي أو في غير النادي الأهلي لأن الطفرة الانشائية اللي حصلت دي الناس هتقارن بدا خلي بالكم الناس هتقارن الطفرة الانشائية اللي فيها النادي الأهلي ده بأي حتة تانية فبالتالي الموضوع بقى صعب على مجالس الإدارة اللي هتيجي بعد المجلس الحالي الحقيقة يعني الموضوع بقى صعب جدا كمان مش بس على مجالس الإدارة على اللي هينفزه أي مخطط هيضعه أي مجلس إدارة لأنه مش هينفع إلا عن الشكل اللي احنا شايفين وده بصراحة طبعا أنا بشفق على مجلس إدارة النادي الأهلي وبشفق على رئيس لجنة العضويات دكتور أو الأستاذ طارق أنديل إنه هو كمان الفترة دي هتبقى ضغط عليه زيادة كمان إنه هو هيبقى فيه لجنة بعد ما يرجع من المغرب وديها ده أظن مش عارف هتبقى اللجنة الأخيرة أو هيبقى فيه لجنة تانية لفرعة تجامع الخامس قبل واحد سبعة بقى اللي بعد كده هنشوف الإجراءات هتختلف والفلوس هتختلف لكن ده عشان اللجان الكتير اللي بتحصل الفترة دي لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات العضوية في ظل التسهيلات العديدة اللي بيمنحها النادي الأهلي لإتاحة الفرص أمام العدد الأكبر يعني للإتحاق بالنادي الأهلي فرع التجامع الخامس ده شيء مهم جدا أنت تسهل على الناس أنت اللي تروح لهم وفي نفس الوقت بدل ما كان الأول الإنتربيوهات بتبقى في فرع الجزيرة لأ دلوقتي كلها في فرع التجامع الخامس أو معظمها يعني وده شيء للتسهيل على الناس ولتسهيل الإجراءات كمان اللي احنا بنشوفها بمنتهى السلاسة أنا كنت موجود في فرع التجامع الخامس قريب يوم اللي افتتاح شفت كمان السلاسة في كل شيء الحقيقة لسه